قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبدالخالق قال إن مصر حريصة على حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وخلال كلمته في مجلس الأمن أوضح عبدالخالق أن مصر تعرب عن الأمل في وقف العدائيات واللجوء إلى الحوار في السودان مؤكدا أن استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان مدعاء للقلق وخلال الكلمة أضاف عبدالخالق أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار بداية تعرب مصر عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية والتي تفاقم من الأزمات المركبة والمتتالية التي عانى منها السودان على مدار سنوات عدة وتؤكد مصر استعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مصار التهدئة والحوار السلمي حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق كما تعرب مصر عن بالغ أسفها لسقوط ما يتجاوز المئات من الضحايا والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة في السودان وأكثرهم من المدنيين من الشعب السوداني الشقيق إن استمرار المواجهات المسلحة والخرق المتكرر لإعلانات وقف إطلاق النار مدعاة القلق العميق حيث يعرض ذلك حياة المدنيين السودانيين ومواطن الدول الأجنبية المقيمين في السودان إلى الخطر ويؤدي إلى تظهر متسارع للأوضاع المعيشية الصعبة في السودان ترجمة نانسي قنقر